ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اسموه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي بهذه المناسبة أشاد اسموه الشيخ ناصر بن حمد بفوز فريق بكتوريوس ببطولة اليوم الوطني الإماراتي لقوارب التجديف الشعبي في أت أربعين قدماً بعد تحقيقه للمركز الأول في الشوط الرابع للبطولة والتي قيمت في كورنيشة بوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم من نادي التراث الإماراتي وأشار اسموه إلى أن رياضة الموروث الشعبي حققت منجزات بارزة للبحرين على الصعيد الأقليمي بفضل الدعم والرعاية الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله متمن أن جهود اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي برئاسة سعادة السيد خليفة بن عبدالله القعود وقال سموه أن فوز فريق بكتوريوس ممثل البحرين بهذه البطولة هو فوز للإمارات كما أن فوز أي قارب إماراتي هو بالمثل فوز للبحرين على اعتبار إقامة هذه البطولة بمناسبة احتفالات الإمارات الشقيقة بعيادها الوطنية الخمسين وجاء فوز فريق بكتوريوس ملكسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بعد أن قطع مسافة السباق البالغة أربعة آلاف بيترة بفرق كبير عن فريق عمان التابع لللجنة العمانية للرياضات البحرية أقرب منافسيه والذي جاء في المركز الثاني والقارب ثوبان ملكسم الشيخ حمد بن محمد الشرقي الذي حل ثالثا بالترنى ترجمة نانسي قنقر